هيدا بيت أميمة خليل ببلدة أميون وهيدا يلي تبقى من آثار الإعلان يلي من المفترض أنه كان يحمل صورة مرشح القوات اللبنانية للانتخابات الفرعية بالكورة الدكتور فادي قرم ويلي كانت شركة ستارجيت سددت قصم كبير من تكاليفه لاستئجار هالسطح ووضع البوستر الكبير ولكن وبعد يوم من وضع الصورة تعرضت السيدة خليل لتهديد مباشر من عناصر من الحزب القومي السوري بقتل ولاد الشباب إذا بقيت الصورة على السطح فاضطرت للنكس بالعقد من شدة الخوف وطالبت بإزالة الصورة بأسرع وقت ولما توجه فريق موقع القوات اللبنانية لتصوير المطرح تعرضنا لملاحقة ومرائبة حسيسة من عناصر مجهولة ولما وقفنا السيارة حتى نسأل المطارد شو بريد ما كان عنده جرأة على المواجهة وهرب بالجيب واختفى بأحد أزقة أميون لكن كل هالأجواء المشحونة يلي عم بيحاول الحزب القومي إنه شيعة بقضاء الكورة بشكل عام لم تؤثر إطلاقاً على الدكتور فادي كرم ولا على حملته الانتخابية لشغل المقعد الأرتودوكسي اللي أصبح شاغر برحيل النائب والمناضي الفريق حبيب كما لم تؤثر حملات التهويل بطبيعة الحال على معنوياته العالي جداً بمواجهة الخصف أصلاً هني من وقت ما بدأوا المعركة الانتخابية وبدأواها متأخرين أنا ما سمعت شو عندهم هني ما بعرف ما طرحوا شي هني عندهم إيه كل شي عملوا انتقادات واتهمات وفتح ملفات الحرب اللي هني مشاركين فيها وعملين ما يعني اللازم هني عملين أكتر من اللازم وفينا نفتح لهم صفحات بس نحنا ما بدنا نفتح صفحات الماضي ودائماً عم نحذر الشباب أنه يبتعدوا عن هالأجواء التشنوجية يضلوا عندهم حماس بس حماس بروح رياضي رغم تضافر الأخصام على المرشح القواتي أي التيار العوني وتيار المردة إضافة بالطبع للأومي السوري يؤمن دكتور كرم أنه مفهوم شارل مالك هو اللي رح يربح بالآخر انطلاءاً من انتصار الخير على الشارل دائماً كما يستغرب أسلوب المواجهة يلي لجأ له الحزب الأومي هني كيف بدأوا معركتهم؟ بدأوا معركتهم باتهامات أول شي بدون ينطفوا الكورة من الفساد الفكري والبيئي واعتبروا إن شارل مالك ونحن فساد يعني نحن وشارل مالك أكثر من نص الكورة ما بعرف كيف بدون نطفوا الموضوع بس هلا لأني خلقوا من أول ما نزلوا على المعركة خلقوا جوا تشنوجي بهالكلام هيدا تانياً أنه بيعتبروا أنه في دخيل وفي أصيل وهيدا كلام غوغائي لا معنى له ولا يصرف بأي مكان وما حدا مصدقوا يعني ما حدا بيقدر ياخد فيه مين ما فيه؟ يعني بالكورة ما فيه شيء اسمه دخيل وأصيل فيه أفكار فيه هني ما يعني أنا بستغرب أنه ممكن يتصوروا هني أنه كورة يوماً ما لاح تكون من لون واحد لوننا ولا لونون مستحيل دكتور الهادق السيمات بيخب مخزون كبير من التاريخ النضالي بالقوات اللبنانية ويؤمن بالحوار وبصراع الفكر وبيسمع كتير منيح لما يدلبه الخصم وبيأكد أنه أسلوب إدارة المعركة الانتخابية للقوات أثبت أنه هو الأسلوب الصحيح ما في شك نحن مثالنا بأنه هو قائدنا ورئيس الحزب دكتور سمير جاجع اللي سبت وصمد حتى بوقت اللي كان بالاعتقال بين إيديهم في قسم كبير من حتى أخصامنا بالكورة هني يؤيدون أدائنا وأن كانوا بيختلفوا معنا بالعقيدة وبالخط الوطني بس بيؤيدوا أي أدائنا وعندهم أزمي مع أداء حزبهم حتى عندهم أزمي مع قيادتهم وعندهم أعتراض على إدارة قيادتهم للأمور إلى جانب انشغاله بالمعركة الانتخابية دكتور كرم بتابع اهتماماته اليومية فأبو مارك هو أب كمان لماثيو وفلاح من قريبه بيهتم بظهور الجنينة وبصحنة تبولي يلي زرعوا حد البيت يلي ما بيفضى من الأحبة والكل ناطر على نار 15 تموز تيقولوا كلمتهم بسندوق الاقتراع عم بيقولوا لي مبروك إيه؟ من هلأ؟ من هلأ؟ عنه رشحوا البيت كل الناس لح تشعر بمسؤولية الموضوع كل الرفاء لح يكونوا أكتر من فادي كرم على الأرض أنا متكل على هيده بالإضافة لأنه طبعاً دايماً اللي بده يقود المسألة بده يقودها بوعي باستيعاب للكل ويسمع الكل وهذا شي عم بعمله وعم يرسه بشكل جيد إن شاء الله بحسب لوائح شطب انتخابات الـ 2009 عدد الناخبين بقضاء الكورة نحو 58 ألف ناخب بتشكل الأورتودوكس نحو 60% منهم والموارني نحو 21% والسنة نحو 13% وبحسب آخر الأحصائيات المزاج السياسي العام يشهد تغيير كتير كبير بهالمنطقة بحيث يشهد القضاء امتداد كبير لخط 14 أدار حتى بعدد كبير من البيوت يلي بتؤمن بعائدة أنتوان سعادي وبتعيش اليوم تغيير على مستوى جيل الشباب الأمر يلي بيصير مخاوف شرائح كبيري من 8 أدار من أنه تكون انتخابات الـ 2012 درس إيسي بيتلقاها الفريق بسبب الدعم الكبير لخط 14 أدار بالمنطقة ومبادئ السيادي الحرة ومن جهة تاني دعم لخط بمثل الرفض المطلق ومحاربة نظام الإجرام بسوريا يلي عم يفتك وبيأبشع الأسليب بشعبه بس هذا التأييد لخوف الخصم هو خوف من فكر يمتد وينتشر في منطقة الكورة وهو هالخط هيدا القواتي الخط 14 أدار وثورة الأرز اللي هني فعلا الخصم مزعوج لأنه بيعتبر أنه ما بيقدر يوقفه لهالامتداد هيدا إذا كانوا اقتنعوا أنه أنا بيعرف مسل هالخط يروحوا ينتخبوني بـ 15 شهر ونحنا كلنا على الوعد بـ 15 شهر فكر صح وصوت لبناني ما تصوت قومي سوريا وفكر صح وصوت أخضر وأزرق ما تصوت أسود فكر صح صوت مع الدول مش مع العتمة فكر صح وصوت مع شار الملك مش مع أي حدا تاني شكرا شكرا شكرا